اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص مركبات في حلقة جديدة من حلقات قناتكم مصر للتعليم الفني وطلابنا النهاردة بتوع الصف الرابع تخصص سيارات معدنا معهم في حلقة جديدة مكملة للحلقة السابقة ان شاء الله بتاعة الغاز الطبيعي في السيارات تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الغاز الطبيعي في سيارات وعرفنا مميزاته وعيوبه وايه المشاكل اللي ممكن تحصل من الغاز الطبيعي وازاي نتلافى هذه المشاكل طبعا عرفنا ان مميزات الغاز الطبيعي ان هي اقتصادية لو اخدناها بالاهمية يبقى البيئية وبعدين الاقتصادية وبعدين الامن والامان فكان من ضمن الحاجات البيئية ان العوادم او نواتج احتراق الغاز الطبيعي بتكون صديقة للبيئة ما فيهاش اي نواتج احتراق ضرة للبيئة بتاعتنا فدي اهم نقطة وده اللي خلى شركات السيارات اغلبها يشتغل في النقطة دي ان يحاول يدور على محرك او سيارة تعمل وفي نفس الوقت تكون مش ضرة بالبيئة عشان كده بقيت الشركات تدور على البديل اللي هو الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية والحاجات دي فعرفنا ان السيارة اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي دي سيارة صديقة للبيئة دي النقطة الاولى النقطة التانية اقتصادية جدا في البنزين اقتصادية جدا في المصاريف بتاعتها مقارنة بالسيارة البنزين وبرضو عايزين نقول هنا ان المحرك اللي هيشتغل بالغاز الطبيعي هو نفسه المحرك اللي هيشتغل بالديزل او بالبنزين يعني هو محرك خليط بيشتغل بي وقودين ولكن لما بنحب نشغله على البنزين خلاص بيشتغل في الاول على البنزين وبعدين نحول بعد كده على الغاز الطبيعي او نفس الشيء بالنسبة لمحرك الديزل فالشركات حاولت تدور على ان هي لما نغير محرك ونخليه من بنزين يشتغل كمان غاز طبيعي عشان ما تباشي التكلفة ونشيل محرك ونحط محرك تاني وبدأت الشركات تنتج سيارات بتشتغل بالبنزين والغاز في نفس الوقت لكن احنا دلوقتي بنعمل احلال او بنجدد سيارتنا اللي موجودة في السوق ونغير لها نركب مع نظام البنزين اللي فيها نركب كمان نظام غاز اذا السيارة اللي بتشغل بالغاز فهي سيارة اقتصادية جدا اقتصادية لصاحب السيارة وكمان اقتصادية للبلد نفسها علشان طبعا البلد بتصرف ميزانية كبيرة جدا عشان تدعم المحروقات او تدعم الوقود بتاعنا في السيارات وفي كل المركبات والمعدات اللي بتشغل بالبنزين والسولر او الديزل فكده احنا وفرنا لمستخدم السيارة او مالك السيارات وكمان وفرنا للبلد كمان استفدنا من ضمن مميزات منظومة الغاز او السيارات اللي تعمل بالبنزين والغاز ان صاحب السيارة العوادم بتاعته بتكون صديقة للبيئة زي ما قلنا كمان بيكون بيوفر له دخل شهري كبير جدا لقائد او مستخدم السيارة وقلناها المرة اللي فات في الحلقة اللي فاتت ان ده بيوفر تقريبا لو هو هيستخدم بنزين 80 هيوفر حوالي 825 جنيه في الشهر لو هيمشي 100 كيلو بس في اليوم دي المميزات الاقتصادية كمان قلنا مميزات الامن والامان ان الغاز الطبيعي غاز سريع الانتشار وخفيف الكسافة بتاعته الليلة فبيبدأ يتطير كمان ريحته نفازة ويبطيء في الاشتعال مش زي البنزين او السولار عشان كده فهو امن يعني لو حصل اي تسريب عندي في السيارة بتاعتي فانا بحس بيه بسرعة او بستنشك وبشم الريحة بتاعت الغاز الطبيعي وبابدأ اتعامل مع النظام الغاز وفي نفس الوقت هو مش ضار او ما عندوش مشكلة او مش هيحصل اشتعال زي البنزين لو كان محرك بنزين المحرك البنزين بيبدأ يحتر لو لو قدر الله حصل شرارة او شيء بيبدأ يشتعل محرك البنزين بسرعة عودة فيه خطورة لقائد السيارة او الموجودون داخل السيارة بتاعتي فالبنزين بطيء الاشتعال مش زي او قابليته الاشتعال اقلب كتير جدا من البنزين عشان كده برضو لما بنيجي ان اركب انت كفني لازم تكون عارف ان انا لما اجي اركب منظومة غاز طبيعي في سيارة لازم اتأكد ان منظومة الاشتعال فيها بتعمل بشكل جيد جدا عشان هي هتحتاج شرارة قوية اما محرك البنزين فمن اقل شرارة كهربية هيبدأ اشتعل صحيح العزم بتاعه وقدرة المحرك هتكون ضعيفة لكن المحرك بتاعي بيمشي وبيشتغل لكن محرك الغاز لو شرارة كهربية ضعيفة المحرك بيبرجل معايا باش مظبوطه بتبقى السيارة مش قادرة تمشي او المحرك مش قادر يجر السيارة بتاعتي كمان اتكلمنا عن العيوب اللي موجودة في الغاز الطبيعي وقلنا ان من عيوب الغاز الطبيعي ان انا بحتاج ادفع تكلفة كبيرة في بداية الموضوع في بداية تركيب المنظومة وكان المقابل ان انا بتغلب على اول عيب عندي اللي هي التكلفة الكبيرة في تركيب منظومة الغاز ان انا بوفر شهري مبلغ كبير ان لو هو هيشتغل ببنزين 80 هيوفر 825 تاب لو كان بنزين 92 بيوفر تقريبا 1200 جنيه اذا التكلفة بتاعتي هقدر ارجعها في خلال اقل من سنة كمان الشركات عملت نظام التقصيد ولكن انا عايزك تعرف المميزات والعيوب عشان تقدر تنشر العلم والثقافة بتاعتك عشان تساعد الدولة في السياسة بتاعتها اللي هي التوجه الى نظام الغاز الطبيعي عشان نحافظ على البيئة وكمان نوفر في ميزانية الدول العيب التاني كان ان الغاز الطبيعي نسمع عنه بلغة السوء او بلغة الناس العادية يقول لك الغاز الطبيعي بينحر المكنة او المكنة بتحتاج تعمل عمرة في فترة قليلة او العمر التشغيلي عشان نتكلم علمي احنا ناس بتوع سيارات العمر التشغيلي والافتراضي للمكنة بيكون قليلة المعلومة دي خاطئة وعارية تماما من الصحة لإلا احنا دكاترة الهندسة او الدكاترة المختصين بمجال هندسة السيارات عملت ابحاث في النقطة دي فاتضح ان بيحصل التأكل امتى لو كان انا ما عنديش طبقة كربون على جدر السوء عشان كده الشركات صممت الاجهزة الجديدة حتى الاجهزة القديمة تقدر حضرتك تشغل السيارة على البنزين وبعدين تغيرها على الغاز الطبيعي فالشركات عملت ان السيارة في بدء التشغيل الصبحة او وطفر اي وقت بيشتغل نظام البنزين عادي جدا وبعدين يبدأ يحول هو بعد ما يرتفع درجة حارة المحرك الى درجة حارة التشغيل وكلنا عارفين درجة حارة التشغيل فيبدأ يحول من بنزين الى غاز طب احنا بنشغل بنزين في البداية ليه؟ عشان الناس اللي ما كانتش حاضرة معنا الحلقة اللي فاتت بنشغل بنزين في بدء الادارة عشان نعمل طبقة كربون طبقة الكربون دي هتمنع من رواصب الغاز الطبيعي عنصر اسمه الكابريت العنصر الكابريت ده هو اللي بياكل جدار الاستوان لكن الكربون بيمنع او بيمنع ان الكابريت ياكل جدار الاستوان فاذا احنا كده تغلبنا على النقطة التانية بتاعة الناس اللي بتقول ان محرك الغاز او السيارة اللي بتعمل بالغاز بتنحر المكنة او ياكل جدار الاستوان او بيقلل العمر الافتراضي بتاعها فكان حل المشكلة دي ان احنا هنشغل المكانة بتاعتنا او المحرك او السيارة بتاعتنا على البنزين في بدء التشغيل وبعدين نبدأ نغير على نظام الوقود وكمان نطفي على البنزين فالشركات وفرت عليك كل ده وبدأت هي تعمل ده أوتوماتيك العيب التاني ان الشنطة بتاعتي مسحتها محدودة ومعروفة فانا لما هحط فيها استوانة ده بياخد من حايز الامتاع بتاعي وكمان بيدي وزن على السيارة بتاعتي فده بيعمل مجهود او بيعمل لود او حمل على المحرك فكان حل المشكلة دي ده فعلا عيب موجود فكان حل العيب ده ان احنا بنقلل كمية البنزين اللي موجودة في التانكي يعني مش لازم تملى التانكي بتاعك تعمل فول تانك ولكن خليه ازياد من الربع بشوية عشان الرواصب اللي في التانكي وتخلص من اي شيء في شنطة الامتاع بتاعتك عشان ما يديش وزن لي المركبة بتاعتي ده تقريبا اهم العناصر في عيوب منظومة الغاز الطبيعي وكان ازاي نتغلب عليها او نتلافاه النهاردة بقى هنكمل اجزاء منظومة الغاز وكمان الاحتياطات الواجب توفرها لما نيجي انا كفاني اه بركب منظومة الغاز في سيارة قلنا الاحتياطات بتاعت الخزان او الاستوانة وكمان البلف اللي بنقفل منه منظومة الغاز كلها اللي بيبقى راكب على الاستوانة نفسها النهاردة هنبدأ نكمل اجزاء بتاعتنا زي ما احنا شايفين الشريحة اللي قدام مننا دي بتقول ان الاجزاء عندي زي ما قلنا المرة اللي فاتت الاستوانة والمواسير او المسورة اللي هتوصل الغاز بتاعي وبعدين المبينات مبين الضغط بتاع الغاز ومنظم الغاز والخلاط او المكسر والسونولايد اللي هو بيحول من بنزين الى غاز اماكن كل جزء منهم الاستوانة بالبلف بتاعها بيبقى راكب هنا بتكون موجودة في شنطة الامتعة ودي المسورة اللي هتوصل الغاز بتاعي لبلف التعبئة اللي موجود قدامي ده وبعدين رقم 3 ده المبين بتاع الضغط اللي هيبين الضغط اللي موجود فيه الاستوانة وبعدين منظم الضغط اللي احنا عارفين مكانه بيكون في مستوى مايرتفعش عن مستوى الريداتير عشان احنا هندخله مياه وتكلمنا الحلقة اللي فاتت احنا بندخل فيه المنظم ده مياه سخنة من دائرة التبريد ليه بعدين بعد كده الغاز بيبدأ يمر يروح للميكسر او جهاز الخلط اللي موجود عندي او الانجيكتورز اللي هو هيكون بيديه للاستوانات وده السونولايد اللي هو هيغير من بنزين الى غاز او العكس طيب تعالوا نكمل اجزائنا طبعا احنا اخدنا الاستوانة المرة اللي فاتت مع الصمام او البلف اللي هيقفل الاستوانة لو اينا عايز اقفل عن المنظومة كلها لو عندي سيونة في السيارة عايزين نعرف بلف الشحن او بلف المل اللي احنا بنملى منه الغاز الطبيعي من المحطات ده بيكون موجود داخل عند المحرك وده اللي بنملى منه الاستوانة الرئيسية بتاعتي اللي موجودة في شنطة الامتعة وطبعا لازم يكون البلف ده ملائم لكل المسدسات او جكات الشحن اللي موجودة في محطات الغاز الطبيعي اللي موجودة عندي في مصر يعني ما ينفعش اركب بلف شحن مختلف عن الموجودة عندنا هنا تيجي تروح محطة الغاز عشان تعبي يقولك البلف اللي حضرتك مركبه ده ملوش حاجة عندي اعبي به وده شكله بيكون طبعا ليه غطى بلاستيك بالشكل اللي انت شايفه ده عشان نمنع الاتربة ان هي تدخل في المنظومة لما نيجي نضغط غاز وكمان فيه افل او محبس عشان نقفل عن المنظومة خالص بيكون نراكب بالشكل ده او بشكل رأسي عادي المهم ان هو يكون واضح وسهل الوصول اليه طيب الاحتياطات اللي الواجب اتباعها عند تركيب بلف الشحن لما نيجي نركب بالف الشحن ايه الاحتياطات انت كفني او خريج قسم السيارات وهتبدأ تركب منظومة الغاز الطبيعي ايه الاحتياطات اللي انت لازم تاخدها في اعتبارك وانت بتركب البلف بيقول لي ان اهم حاجة يكون البلف عندي في مكان واضح وسهل الوصول اليه بخرطوم الشحن او جاك او مسدس الشحن بتاعي ده اول نقطة النقطة التانية ان يكون مسبت جيدا بجسم السيارة وما يتحركش يكون مربوط كويس جدا في جسم السيارة ولا يتحرك مع تكرار عملية ايه الشحن لان احنا لما بنيجي نركب اله نيجي نضغط او نشحن منظومة الغاز طبعا العامل اللي في المحطة بيضغط على البلف عشان يركب المسدس كويس ويقفله ويبدأ يشحن فقطر الضغط وتكرار الشحن بيأثر على البلف ويبدأ يحركه او لو احنا رابطينه في جزء مارين زي الفايبر اللي بيكون موجود فيه السيارات فاحنا المفروض نيسبته في جسم السيارة في الجسم الصلب بتاع السيارة او الجسم الحديد بتاع السيارة عشان ما يتأثرش بالحركة وكتر الشحن كمان يكون بل في الشحن مطابق ومتوافق نع جميع انواع الهوز اللي عندي او المسدسات بتاعت الشحن الموجودة في محطات الشحن المختلفة في جمهورية مصر العربية كمان يكون بعيد عن البطارية من الشروط دي ان هو يكون بعيد عن البطارية او مصدر للحرارة او للاشتعال او اي شرارة قهربائية اذا لازم اكون بعده عن مصدر اي شرارة قهربائية او حرارة كمان لازم يعني وانت بتركب البلف ده لازم يكون قريب قلنا يكون واضح بعيد عن مصدر الطاقة الحرارية او الكهربائية عشان ما يحصلش شرارة قهربائية وبعدين يبدأ يشتعل معايا الغاز اللي موجود في السيارة تعالوا بقى نروح للمواسير المواسير دي اللي هي هتوصل الغاز الطبيعي من الخزان الرئيسي تجيبه الى منظم الضغط ومن منظم الضغط توديه للمكسر بتاعه من خلال طبعا مرشحات او الفلاتر وبعدين مبين الضغط وصمام الملء او بلف الشحن زي ما احنا عارفين فالمواسير دي بتصنع من الصلب وبتكون مصمامة بحيث انها تتحمل ضغوط عالية جدا تصل الى 300 بار بس حضرتك قلتنا في الحلقة اللي فاتت ان الضغط اللي موجود فيه الاستوانة تقريبا بيصل الى 220 ما لازم اعمل المصورة تتحمل ضغط اعلى عشان اسناء عملية الشحن وكمان بنحط عليها طبقة او بنغطيها بطبقة حماية من الكويتش او البلاستيك لحمايتها من التلف او من عوامل التورية وما يحصلش فيها صدى ده بالنسبة للمواسير المواسير اللي هي هتوصل منين من الخزنات الى باقي اجزاء المنظوم تاب الاحتياطات الواجب توفرها برضو عند توصيل المواسير بيقول لي ان تلف لفة او لفتين من بجزء لما نيجي نوصلها يعني لازم نلف جزء لفة او لفتين عشان لما يحصل عندي كسرة او اي شي نقدر نعمل تمدد او نقدر نسحب المواسير ونكمل المنظومة التعتي عشان ما يعطلش جهاز الغاز او منظومة الغاز عندي في السيارة كمان يركب عليها وسائل منع التسريب يعني بركب على المواسير دي كمان بلابل او لوكير عشان نمنع تسريب منظومة نمنع تسريب الغاز الطبيعي الموجود عندي في السيارة ده شكل المواسير وقلنا بتكون مصنوعة من الصلب وبيكون عليها طبقة تانية من البلاستيك او من المطاط عشان تحافظ عليها من عوامل التورية وما يحصلش فيها صدق وبعدين تبدأ تنثقب يحصل فيها ثقوب وبعدين يحصل تسريب للغاز بتاعي تعالوا بقى نعرف وحدة توريد الغاز الطبيعي وحدة توريد الغاز انا عندي لما نيجي نتكلم عن وحدة توريد في البنزين هنقول في وحدة توريد البنزين ان انا عندي التانكي او الخزان وبعدين ترمب التوريد اذا كانت كهربائية او ميكانيكية وبعدين نروح للفلاتر والميكسر او الخلاطات او الحواقن اللي هي الرشاشات بتاعتي هنا نفس الكلام انا عندي الخزان المواسير مبينات الضغط مع الفلاتر برضو موجود مع البلف اللي هيقفل عند الاستوانة او بلف التعبئة وبعدين مبين الضغط وبعدين منظم الضغط بتاعي نروح للميكسر او الانجيكتورز لو كان عندي السيارة بتاعتي شغالة بالغاز شغالة بنظام الحقن الالكترون فاحنا عايزين نعرف هنا منظومة الغاز الطبيعي ايه هي عناصر توريد او دورة توريد الوقود كمان لما بتيجي حضرتك اي حد يطلب منك ان هو يغير المنظومة بتاعته او يركب مع منظومة بلاش كلمة تغيير يركب مع منظومة البنزين يركب معها غاز طبيعي حضرتك انت كفني لازم تطلب منه ان انت تشوف السيارة طب هشوف السيارة ليه احنا اهم جزء عندنا ده اللي بيعطى الموضوع التحويل هو الميكسر او الخلاط لو انا عندي سيارة كاربيراتير طب هو كاربيراتير بفتحة واحدة او اتنين او شكله ايه الميكسر اللي هيمشي معاه فمهم جدا ان احنا نشوف السيارة قبل ما نشتغل فيها كمان الملحوظة اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت عشان الشباب اللي ما كانوش حضرون معنا او ما تابعونيش الحلقة اللي فاتت فيه نقطة فنية مهمة جدا لازم حضرتك تكون عارفة ايه هي يا مستر النقطة الفنية المهمة جدا ان السيارة بتاعة اللي انت هتركب فيها منظومة الغاز الطبيعي تطلب من صاحب السيارة انه لو كان السرمستات مش راكب في المنظومة منظومة التبريد نركب سرمستات في منظومة التبريد ليه؟ لان فايدة السرمستات انه هو بيحافظ على درجة حرارة التشغيل طيب وانا مال دايرة التبريد بمنظومة الغاز الطبيعي ما هو جهاز او منظم الضغط اللي عندي انا بدخل فيه مية سخنة من منظومة التبريد ليه؟ علشان بيحصل عندي تجمد اذا انا بدخل مية فاحنا عايزين نحافظ على درجة حرارة المية مرتفعة او درجة حرارة التشغيل عشان تمنع التجمد اللي هيحصل في منظومة الغاز الطبيعي دي نقطة فنية دا الفرق بينك وبين الشاب اللي بيشتغل في سوق العمل وهو مش عنده علم حضرتك بتفرق عنه بالنقاط الفنية المهمة جدا دي احنا بنتكلم بعلم هنا هنركب سرمستات عشان فايدة السرمستات او البلف الحراري فايدته انه هو بيعمل ايه؟ بيحافظ على درجة حرارة تشغيل الماء في دائرة التبريد اذا هيخلي دائما دائرة التبريد درجة حرارتها مرتفعة ده شيء كويس لانه كمان بيعلي الكفاءة الحرارية للمحرك بتاعي وكمان المية اللي هتمر من خلال منظم الضغط هتمنع التجمد داخل منظم الضغط تجمد للغاز الغاز لو تجمد فانا مش هقدر يقدره اشتغل به او السيارة بتاعته مش هتشتغل لو انت ركبت حتى الخراطين بتاعت المية معكوسة مش هيشتغل معاك منظم الضغط تعالوا نكمل المنظومة بتاعتنا ونشوف العناصر بتاعت دائرة او دورة الوقت هنا ده جاي من الاستوانة ده صمام القفل اللي احنا بنقفله اللي بيكون موجود عند الاستوانة ده منظم الضغط العالي وبعدين اصلا ممكن يكون عندي اكتر من منظم يعني ممكن ننظم الضغط على اكتر من مرحلة وهنعرف المنظمات دلوقتي ده منظم الضغط العالي اللي هو رقم اتنين اللي الموز بيتحرك عليه ده وبعدين منق وقود وده المصورة بتاعت خط الغاز وده مدخل وقود الغاز اهو ده منظم الضغط المنخفض وهنا ده صمام السونولايد اللي هو هيغير معاه طيب وبعدين نروح على حساس وضع الخانق وده المكسر او الخلاط بتاعي ولو كان عندي انجيكتورز او بخخات هيختلف في الوضع في الجزء ده بس وبعدين يبدأ يروح للإسطوانة بتاعته دي تقريبا الدايرة كده كاملة مع منظومة الغاز الطبيعي في السيارات طيب تعالوا نكمل عايزين نعرف وحدة الخلط وحدة الخلط او المكسر ده مهمته انه هو بيخلط كمية الغاز مع الهوى وبعدين يديها للمانفولد او الكابيراتير او مجمع السحب بتاعي عشان يبدأ يدخل الغاز مع الهوى داخل الإسطوانة بتاعتي المكسر ده مهم جدا لازم نعرف اشكاله ولازم نشوف السيارة اللي احنا هنشتغل عليها قبل ما نركب لها منظومة الغاز عشان نعرف اي من هذه المكسرات او الخلطات هيمشي معه دي اشكال زي ما احنا شايفين اشكال مختلفة بتركب على الكابيراتير بتاعي او بتركب على بوابة المانفولد عشان نوصل او نخلط الهوى مع البنزين تمام يا شباب مهم جدا ان حضرتك تعرف اشكال منظم اشكال مكسر او خلط الهوى مع الغاز زي ما احنا شايفين الصور طيب نكمل ونشوف قلنا فايدة الخلط ان هو بيخلط الهوى مع الغاز الطبيعي ويدخله الى داخل المالفولد وعشان انا عندي اشكال واحجام مختلفة جدا للمكسرات لازم نشوف العوامل اللي بتأثر على يعني انا ليه ايه اللي هخله ان انا عندي اشكال كتيرة للمكسر ايه السبب السبب هنشوف دلوقتي حالا ان انا عندي مهم جدا ان انا اعرف شكل الكابيراتير وشكل الكابيراتير ده حجمه شكله ايه كمان عايز اعرف الشكل العام للكابيراتير وعدد البوابات انا لو عندي بوابة او اتنين ده مهم جدا عشان اشوف المكسر اللي هيشتغل معاها وضع الكابيراتير هل هو افقي ولا رأسي ده لو انا هشتغل على سيارة لسه بتشتغل بالكابيراتير لكن لو هشتغل على سيارة حقنا الكتروني الموضوع بيختلف تماما النقطة التانية اللي بتخليني اغير في شكل المكسر اقصى سرعة للمحرك ده مهم جدا عشان اشوف عدد الفتحات ولو احنا شوفنا في الصورة اللي فاتت كان المكسر بيبقى فيه فتحات عشان يبدأ يطلع الغاز ويخلطه مع الهواء كمان عدد استوانات او سعة المحرك مهمة جدا برضو في شكل ده دي العوامل اللي هتتحكم في شكل المكسر او شكل الخلاط يا شباب يبقى اول شي العناصر الاساسية اللي هتغير شكل الخلاط او المكسر هو شكل الكربيراتير الكربيراتير من حيث الحجم والشكل العام وعدد البوابات ووضع الكربيراتير لو هو افقي او رأسي كمان سرعة المحرك وعدد الاستوانات ايه تاني النقطة الاخيرة عندي قدرة المحرك دي اربع عناصر اساسية منهم العنصر الاولاني اللي هو شكل الكربيراتير في اربع عناصر ده شكل زي ما احنا شايفين كربيراتير اهوت هنحط عليه المكسر ده شكل المكسر بتاعي ومنظم الضغط زي ما احنا شايفينه هناك اهوت داخل السيارة ده منظم الضغط والسونولايت بتاعي عشان يغير من بنزين الى غاز هنا المنظم الضغط ده جاي له ضغط 220 بار او 220 ضغط جوي عايزين ننزلهم عشان يبقى زيه زي الضغط الجوي بالزبط علشان يبدأ يحصل هنا الخلط هنا في فتحات في الفتحات بتاعة المكسر دي فيها فتحات صغيرة عشان يبدأ يطلع منها الغاز يختلط بالهواء ويبدأ يخش لمجمع السحب المنظم اللي هناك اللي احنا شايفينه هناك ده اللي الموز بيتحرك عليه ده لازم ادخله مية سخنة مية من دائرة التبريد قلنا علشان فرق الضغط هيحصل تجميد للغاز الطبيعي بتاعي وده شكل تاني برضو للمكسر او الخلاط راكب على الكربراتير تعالوا بقى نروح لمنظم الضغط منظم الضغط قلنا اللي هو بينزل الضغط من 220 الى ضغط جوي وفي انواع مختلفة اول نوع عندي اسمولاندي والنوع التاني بي ار سي واللونوفو وتيتارني وكل نوع من الانواع دي ليه مميزاته وليه عيوبه واحنا هنتكلم عن بعض الانواع منهم بالتفصيل النوع الاولاني ده شكله وبيشتغل على مكنة سعتها قد ايه وهل هو بيعمل بينزل الضغط بتاعي على مرحلة ولا مرحلتين ولا تلات مراحل يعني المنظم الاولاني اللي هو لاندي بيشتغل على المكنة اللي هي من 500 سي سي الى 1600 سي سي وكمان اقصى ضغط عندي هيكون 300 بار هيعمله على كم مرحلة على تلات مراحل طب النوع التاني اللي هو لام 96 ام ده لام 96 بس اما ده ام ده هيشتغل برضو على تلات مراحل هينزل لي الضغط بتاعي من 220 الى 1 بار على تلات مراحل وهيشتغل على المحركات اللي الساعة بتاعتها تبيرة جدا اكبر من 1800 الى 2500 سي سي وبرضو الضغط بتاعي او اقصى ضغطها هيكون 300 بار في المنظومة النوع الاخير من اللاندي هو الاس ام او اللام 96 اس ام وده الكتروني كلهم بيشتغلوا بالنظام الالكتروني وهيخفض الضغط بتاعي على تلات مراحل من 2500 ده على المكنة المكنة اللي حجمها 2500 الى 5000 والضغط هنا هيكون 300 بار اذا ده نوع المنظم الاولاني اللي احنا قلنا عليه اللاندي وهيعملها على تلات عندي تلات انواع منه اللي هو ال 96 ام او 96 ام او 96 اس ام كلهم بيشتغلوا او بينزلوا الضغط بتاعي على تلات مراحل لكن هنا هتختلف سعة المحرك بتاعي بداية النوع الاولاني من 500 الى 1800 والتاني من 1800 الى 2500 زي ما احنا شايفين قدام مننا على الشريح اه اتكلمنا طبعا على المنظم وقلنا ان هو هيشتغل على تلات مراحل وبينزل الضغط اول مرحلة عندي هينزلها من 220 الى 30 بار دي المرحلة الاولى المرحلة التانية هياخدها من 30 بار الى 15 بار اللاندي كله هيشتغل بنفس الشكل يا شباب الثلاث انواع اللي احنا لسه متكلمين عنهم دلوقتي حالا هيشتغلوا احنا قلنا ان هما بينزلوا على ثلاث مراحل بينزلوا الضغط بتاعي على ثلاث مراحل من 220 الى 30 وبعدين من 30 الى 15 بار والمرحلة الثالثة بتكون من 15 بار الى ضغط جوي او اقل من الضغط الجوي ده لما بيحصل بيعمل عندي بيعمل عندي التجمد للغاز الطبيعي ده شكله طبعا وهنشوف اشكال تانية ليه ده شكل المنظم اهوت وده مصمار ضبط الصلانسية عندي وده هنا هندخل المية وده خروج المية بتاعتي لو انا عكس تدخول وخروج المية هنا المنظومة مش هتشتغل ده شكل المنظم احنا هندخل المية من دائرة التبريد هنا عشان تلف داخل المنظم حوالين الغاز علشان ما يحصلش تجمد للغاز داخل المنظم وبعدين نبدأ نطلع الماء الحار تكمل دائرتها في دائرة التبريد العادية وهنا بندخل الغاز الطبيعي بتاعي الغاز الطبيعي لما يجي ينزل ضغطه من 220 الى 1 بار هيحصل هنا عندي تجمد للغاز هيتجمد فاحنا بندخل مية سخنة او مية حارة من المكنة تاني وده النقطة الفنية المهمة اللي حضرتك لازم تاخد بالك منها بندخلها هنا عشان ما يحصلش تجمد عشان كده لازم نكون السيارة بتاعتي او العربية بتاعتي لازم يكون شغال فيها سيرمستات سيرمستات لازم يكون شغال ويعمل بكفاءة لان كل ما رفعنا درجة حرارة المكنة ده بيعلي الكفاءة الحرارية بتاعتي وهيعلي كمان اداء منظم الضغط بتاعي في منظومة الغاز الطبيعي كل شركة بتبقى عاملة مواصفات لدرجة الحرارة بتاعة التشغيل بتاعة المحرك بتاعها يعني في سيارة هتلاقيها بدقة من 85 بعض السيارات وصلت دلوقتي 35 ده دي الدرجة الطبيعية او درجة حرارة طبيعية تشغيل الطبيعية للمكنة فكل ما رفعنا درجة حرارة التشغيل او درجة حرارة الماء في المحرك ده بيعلي الكفاءة الحرارية للمكنة وكمان بيقل الاستهلاك الوقود وكمان العادم اللي طالع او نواتج الاحتراق بتاعتي بتكون قليلة او مش ضرة للبيئة وكمان في السيارات الغاز الطبيعي مهم جدا الحاجة دي علشان قلنا علشان نحافظ على الغاز بشكله الطبيعي ما يكونش متجمد لانه لو تجمد منظومة الغاز الطبيعي بتاعتي مش هتشتغل ده كده احنا اتكلمنا عن منظم الغاز الطبيعي عايزين نعرف بقى لاحتياطات تعالوا نكمل ونشوف اشكاله الاشكال المختلفة لي زي ما احنا شايفين في الشريحة دي اشكال مختلفة جدا لشكل منظم الغاز الطبيعي الموجود في الغاز طبعا بيكون ليه اواعد او مسامير عشان نربطه في جسم السيارة والنقطة الفنية المهمة اللي حضرتك لازم تعرفها برضو ان احنا ما نرفعش المنظم فوق الريداتير لإلا المية مش هتوصل ليه او هتوصله بكفاءة ضعيفة وبالتالي هيحصل تجمد للغاز الطبيعي يبقى لازم نركبه في جسم صلبة او في جسم السيارة وما يكونش مرتفع فوق مستوى الريداتير بتاعي ودي الاشكال بتاعته زي ما احنا قلنا تعالوا بقى نعرف المنظم التاني اللي هو البي ار سي ووظفته نفس الوظيفة بتاعة اللاندي وبينقسم هنا لنوعين فقط هناك كان فيه ثلاث انواع هنا نوعين اول نوع منظم الغاز ده عادة يعمل مع السيارات اللي تزيد عن كام عن 900 سنتيمتر مكعب او 900 سي سي هو فيه سيارات صغيرة كده 900 سي سي اه فيه سيارات 900 سي سي اللي يرتبها 3 سلندر ده المنظم ده هيمشي معاها والنوع التاني هيشتغل مع السيارات اللي هي فوق او بتزيد عن 2500 سي سي اه واحنا تكلمنا او عرفنا خلال مراحل تعلمنا في اولة وتانية وتالتة سيارات لغاية لما وصلنا سنة ربعة عرفنا الفرق او معنى كلمة سي سي ولو احنا قلنا كده بسرعة ان موضوع السي سي هو الحجم الازاحي اللي هيزيحه المكبس داخل استوانه يعني مساحة الاستوانه المكبس لما بتحرك من النقطة الميتة السفلة الى النقطة الميتة العليا هيزيح كمية من الهوى مع البنزين هيصل الى النقطة الميتة العليا الحجم المزاح ده بنسميه الحجم او السعر اللي هو تحركها المكبس اللي ازحها المكبس رفعها الى غرفة الاحترام طيب الحجم هنا هيسوي المساحة في مساحة الاستوانه في ارتفاع المشوار او طول المشوار كده احنا جبنا الحجم هنضربه الحجم المزاح من النقطة الميتة العليا السفلة الى النقطة الميتة العليا طيب عشان نجيب السي سي بتاع المحرك كل لو كان هو 3 سلندر او 4 سلندر جبت حجم استوانه هضربه في عدد الاستوانات يديني سعة المحرك بتاعي سواء كانت 1600 سي سي 1300 سي سي 900 سي سي 2500 سي سي هي دي معنى كلمة سي سي الحجم المزاح داخل الاستوان عشان نعرف الفرق طبعا كل ما زاد السي سي بتاع المحرك كل ما كان الباور او القدرة المتولدة في المحرك بتاعي كانت اعلى يعني المكنة اللي هي 1400 سي سي المكنة 1600 سي سي هتفرق والباور المتولد هيكون اعلى منها طبعا لما نيجي كمان نحط تيربو يقولك انا شارع عربية 1400 سي سي معاها تيربو ده هيديني باور اعلى لان هنا التنفس مش طبيعي للمكنة ده انا بضغط الهواء او بدخل كمية الهواء مع البنزين بقوة فانا دخلت عدد زرات اكسوجين كبيرة جدا ازيد من اللي انا هتنفسه طبيعي او لو المكنة هتتنفس طبيعي في الحالة دي هيديني باور اعلى طبعا التيربو مهم جدا في السيارات بتاعتنا تعالوا نرجع لموضوعنا ونعرف الاحتياطات اللي لازم ناخد بالنا منها لما نيجي نركب منظم الضغط اول نقطة عندي ان هو يسبت باجزاء معدنية قوية ومتينة تحافظ على وضعه تحت ظروف التشغيل المختلف عشان ما يتحركش ويبدأ يسيب مكانه لانه كمان هو وزنه تقيل فلو احنا ثبتناه في جسم مش صلب هيبدأ يتحرك او هيبدأ يسيب مكانه ويتحرك من السيارة مع كتر الاستعمال والمطباط اللي السيارات بتاعتنا بتاخد ان يثبت في مكان واضح وامن بجسم السيارة واسهل الوصول ليه لضبطه ما احنا طبعا هنحتاج نثبطه مع المغزي فلازم يكون في مكان واضح وسهل الوصول اليه لو انا هوصل ليه بمفك سواء كان نجمة او عادة فلازم اكون قادر اوصله باي شكل من المفكات علشان اقدر اوزن المنظم بتاعي مع الكرباتير اقدر ازبط الضغط اللي هيدخل ليه الاستوانة بتاعتي من خلال المكسر النقطة اللي بعد كده زي ما احنا شايفين ان لا يكون مستوى المنظم اعلى من الرنتير ليه قلنا عشان المية اللي هتدخل بتاعت الرنتير او مية دورة التبريد اللي هتدخل داخل المنظم تدخل بكفاءة عالية لو انا رفعته عن مستوى الرنتير في الحالة دي هيحصل تجمد او المنظم مش هيشتغل بكفاءة عالية النقطة اللي بعد كده ان يكون تثبيته في جسم السيارة موازيا للمحور الطولي للسيارة ولا يسمح بتجاوز ذلك يعني ما يزيدش عن 15 درجة يعني ما يملش عن المستوى الطولي للمحور الرئيسي ما يزيدش في الميلان بتاعه عن 15 درجة كمان لازم يكون في مسافة ودي النقطة دي ان يكون في مسافة بين جسم المنظم وجسم السيارة علشان الهواء اللي هيمر من بين المنظم وجسم السيارة يعمل تبريد للرداغ بتاعي ويعمل تبريد للمنظم بتاعي ونحاول ندور على المعلومات بتاعتنا يا شباب لو احنا دورنا وبحسنا على النت هنبدأ نشوف ازاي بيتفك المنظم ده وازاي نعمله صيانة وازاي طريقة عمله كل ده موجود عندنا حاول كمان تدور على المعلومة وتفقل معلوماتك في مجال هندسة السيارة كمان يجب ان تكون المسافة بين المنظم والمكسر اقل ما يكون كل ما قللنا المسافة بين المكسر وبين منظم الضغط ده هيديني كفاءة للمحرك او هتعمل منظومة الغاز الطبيعي في السيارة بكفاءة اعلى نشوف النقطة كمان اللي بعد كده بيقولي التأكد من ان الاختيار الصحيح لمصاري المياه دي نقطة مهمة جدا جدا يا شباب لا انت حضرتك كفاني سيارات لو ركبنا مية التبريد اللي دخلها للمنظم زي ما قلنا معكوسة المنظم بتاعي مش هيشتغل وبالتالي منظومة الغاز كلها مش هتشتغل فلازم اعرف مخرج الخروج بتاع الماء وفتحة الدخول الى المنظم عشان المنظم بتاعي يعمل بكفاءة عالية تعالوا بقى نركب المنظومة بتاعتي على السيارة لما نيجي نركب المنظومة بتاعتنا على السيارة السونولايت بتاع البنزين ده اللي هو بيعمل ايه يا شباب؟ ده اللي هيغير ده صمام كهربائي بيغير من منظومة الغاز الى منظومة البنزين والعكس فهو بيقول لي هو عبارة عن صمام كهربائي او كهرومغناطيسي يعني انا بديله طيار كهرباء بيحولها المجال مغناطيسي عشان يبدأ يجذب قلب عشان يفتح عشان يفتح مجال او يقطع يفتح طريق او ممر البنزين او يقفله لقطع البنزين عن المطور عند استخدام الغاز لذلك يوضع في الوصلة ما بين ترمبة البنزين والكربراتير ويفضل وضعه بعد فلتر بنزين لتنقيته من الشواء عفوا هنا عايزين نتكلم عن السونولايد السونولايد ده قلنا ان هو مفتاح كهرومغناطيسي او كهربائي بديله طيار كهربائي بيحول احنا عارفين طبعا ان اي سلك هيمر فيه طيار كهربائي خدنا الكلام ده في سنة اولى وفي سنة تانية صناعي ان اي سلك هيمر فيه طيار كهربائي هيتولد حواليه مجال مغناطيسي فانا عامل ملف اديت له طيار كهربائي طيار كهربائي ده هيجذب قلب الى اعلى لان ده بقى مغناطيس فهيجذب القلب ده الى اعلى عشان يقفل فتحة او ممر البنزين ما بين الترمبة والكربراتير وكمان يفضل ان اتركب السونولايد ده بعد الفلتر بتاع البنزين ليه؟ عشان ينظف ما فيش بنزين يدخل عند السونولايد يكون فيه شوائب عشان ينظفه ما يخليش شوائب تدخل السونولايد من العناصر الاساسية جدا 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 عندي فيه منظومة الغاز الطبيعي السونولايد اللي هو بيحول من غاز الى بنزين او العكس تعالوا نكمل النقطة بتاعتنا اللي بعد كده ده شكله تمام؟ شكل السونولايد او المحول اللي هو هيحول من غاز الى بنزين او العكس لو جينا بصينا على الرسمة بتاعتي بيقول لي ايه هو مدخل السائل او الغاز اهيه دخل الغاز بتاعي هنا ده مقفول اهو الغاز داخل عايز يكمل يروح للمكانة مش هيقدر يكمل الا اذا احنا ادنا له طيار كهرابي عشان يبدأ يفتح هنا عشان يفتح فتح الدخول للملفلد بتاعي تعالوا نشوف باغ غشاء اه الي هو ده هو ده غشاء الي هو لونه بنفسجي اللي قدام مني C دي غرفة الضغط اللي هي الغرفة اللي قدام مني فوق منها يااي كمان ضاغط على الغشاء بتاعي دي اللي هو ممر تخفيف الضغط ده ممر تخفيفة لو هنا فيه ضغط عالي من الغاز عندي هنخفف الضغط لان هنا فيه يااة او لو احنا شفنا هنلاقي صمام فوق منه يااية شايفين الماوس في الرسمة اللي فوق الياي ضاغط على الصمام او على المكبس اللي قدام مني طب لو الضغط هنا على اللي جاي من الغاز ايه اللي هيحصل هنخفف الضغط هنا لان احنا عايزين ضغط هنا بمستوى معين هنخفف الضغط هنا لان قوة ضغط الغاز هترفع البستون او الصمام ده الى اعلى ضد ضغط الياي عشان يرجع الغاز تاني الى المنظومة بتاعتي طيب ايه ملف كهربائي ده اللي هو عندي فوق هنا فيه ملف كهربائي هنا في الجزء الابيض اللي قدام مني عشان لما ادي له طيار كهربي هيبدأ يسحب هو المكبس ده الى اعلى عشان يبدأ يدخل الغاز بتاعي زي ما احنا شايفين كده يبدأ يدخل على المحرج بتاعي ويف ده مخرج السائل او الغاز تعالوا نشوف لما يحصل تشغيل عندي انا لما ابدأ ارفع ادي طيار كهربي هيبدأ يخف الضغط هنا هيسحب الصمام بتاعي ده الى اعلى وبالتالي هيخف الضغط الياي ضغط الغاز هيرفع الرداخ ضد قوة الياي في الحالة دي الياي اللي فوق الرداخ ويبدأ يطلع الغاز بتاعي عشان يروح ليه المكانة بتاعتي اللي تحكم في الموضوع ده ايه الملف الكهربائي اللي موجود هنا في الايه اللي هنا لو احنا شايفينه فوق اوضح هنا في ملف كهربائي هيسحب الصمام اللي عندي ده ضد الياي فهيقلل الضغط فوق فوق في الغرفة سي لما الضغط يقل فوق بالتالي ضغط الغاز هيبقى اقوى من ضغط الياي وبالتالي يبدأ يخرج الغاز بتاعي يروح ليه المكانة دي فكرة عمل السونولايد ببساطة جدا احنا بندخله طرف كهرباء عشان لما نبدأ نديله طيار كهربائي يبدأ يقصل هو يقفل على البنزين ويبدأ يدخلي الغاز طيب تعالوا نعرف مفتاح التحويل ده مفتاح التحويل بيكون موجود عندي داخل الكبوت قدام السواق علشان يبدأ يتحكم في منظومة الغاز مع البنزين وكمان نعرف مستوى الغاز الطبيعي داخل الخزان بتاعي بيكون موجود عليه اكتر من لمبة علشان نعرف مستوى الغاز داخل الصوانة باقي اديه في الصوانة بتاعتي علشان كمان محتاج ادخل امون او اعبي غاز تاني ولا لا ده شكل المفتاح التحويل بنفتح ونقفل منه هنبدأ ونقفل ونفتح منه زي ما احنا شايفين من المفتاح اللي قدام مني اللمبات اللي قدام مني دي بتقول مستوى الغاز اللي موجود عندي في الاستوانة قد ايه وقلنا ان المفتاح ده بيكون موجود داخل كبوت السيارة قدام قائد السيارة عشان حضرتك لو كان عندك منظومة الغاز اللي شغالة بالنظام القديم فانت حضرتك محتاج تقفل الغاز الطبيعي في البداية علشان تشغل السيارة الاول على الغاز الطبيعي على النظام البنزين عشان نتغلب على العيوب اللي احنا تكلمنا عنها لان الناس قالت ان الغاز الطبيعي بينحر حضرتك بقيت دلوقتي عارف منظومة الغاز الطبيعي فانت مكلف انك او ده واجب عليك لانك تعلمت بقيت دلوقتي عندك معرفة وعلم بالمنظومة اللي بيحصل قلنا ان احنا محتاجين نشغل السيارة في بدء التشغيل على البنزين عشان تعمل لي طبقة كربون على جدار الاستوان عشان تمنع الكابريت ان هو ياكل جدار الاستوان فانا كنت بقفل لو انا شغال بمنظومة غاز من النظام القديم انا بقفل الغاز الطبيعي بدء التشغيل ولما وصل المشوار بتاعي نهية المشوار خلاص عارف ان انا هبطل المكنة او هبطل السيارة بتاعتي او هوقف المحرك هعمل ايقاف للمحرك في الوقت ده فانا بقفل بالمفتاح اللي زي ما انتوا لسه شايفينه حالا بقفل منظومة الغاز عشان يشتغل بنزين تاني وبالتالي انا افلت المكنة على طبقة كربون طبقة الكربون بتسهل حركة المكبس وبتحمي جدار الاستوانة من عنصر الكابريت لان من عيوب برضو منظومة الغاز الطبيعي ان الرواسل بتاعتها بيكون فيها كابريت بس بنسبة مش كبيرة اوي فلما بنشتغل بالغاز الطبيعي ده بيحمي جدار الاستوانة بتاعتي اذا انا محتاج المفتاح كمان انا محتاج المفتاح ده علشان اشوف المبين بتاعي ومستوى الغاز الطبيعي في الاستوانة بتاعي قد ايه زي بالزبط مبين الوقود اللي عندك في السيارة محتاج تعرف الوقود اللي موجود في السيارة قد ايه عشان انا قدام مني مسافة قد ايه عشان اوصل لمحطة بنزين عشان امون نفس الشيء هنا وكمان لو بدأ يخلص عندي مستوى أو يخلص عندي الغاز الطبيعي في السيارة بتاعتي يبدأ المفتاح ده ينور لمبة حمراء عشان يقولك أنا خلاص كده بخلص بنزين بخلص غاز طبيعي فانا هأفل منظومة الغاز الطبيعي وابدأ أحول على البنزين وابدأ أمشي أكمل المشوار بتاعي أو لما أوصل محطة الغاز الطبيعي بتاعتي مهم جدا يا شباب إن احنا نتكلم بالعلم مهم جدا إن المعلومة اللي انت عرفتها تبدأ تتكلم عنها وتنشرها في المجتمع بتاعك لأن انت إنسان متعلم كمان حاول تفقل معلوماتك وعلمك ومعرفتك في مجالك علشان تقدر تنافس في سوق العمل بتاعك تابعنا في قناة مصر للتعليم الفني وأي سؤال في التخصص احنا موجودين موجودين بنجاوب عليه على القناة أو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي الوزارة عملها لكم في مواقع التواصل الاجتماعي تعالوا نشوف لما نجي نحول السيارة بتاعتي من البنزين المحرك بتاعي أحوله من بنزين لغاز طبيعي بيقول لي إن احنا هنا هنضيف مجموعة عشان نغزي صحيح هنضيف مجموعة مجموعة التوريد اللي هي هتغزي السيارة بتاعتي بالغاز الطبيعي وقلنا إن هي بتتكون من الخرطيم والمنظم والخلاط والحاجات دي ومهم جدا إن حضرتك تعرف شكل الكربيراتير عشان أبدأ أعرف أنا هركب هنا ميكسر إيه وده شكل المنظومة بشكل كامل كده إحنا تقريبا قلنا الباب الأولاني أو منظومة الغاز الطبيعي في مادة تكنولوجيا العامة فرع المحركات اتكلمنا عن كل شيء في منظومة الغاز الطبيعي والنقاط الفنية اللي احنا لازم نعرفها ياربا أكون قدرت أوصل لكم المعلومة واستفدنا من منظومة الغاز الطبيعي أنت خريج قسم السيارات لازم تكون سفير في المجتمع بتاعك لازم تثقل معارفك ومهاراتك في التخصص في نهاية الحلقة بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته